الدنيا مقلوبة على السوشال ميديا بخصوص العلاجات الجديدة لمرضى السكر والسمنة فتعال أقولك على حقيقة كل علاج بدون مبالغات لأن في مبالغات كتيرة على السوشال ميديا كمان زي ما حقولك الفوايد حقولك الأضرار وكمان في بشرة سعيدة تهم كل مرضى السكر والسمنة في نهاية هذا الفيديو القصير حازمونير يحييكم ويلا نبدأ حلقتنا هم خمس علاجات نبدأ بأول واحد واسمه العلمي ريتا تروتايد ودي قبر وبتتميز عن الأدوية السابقة المشهورة زي الأوزنبك والمنجارو إنها مش بتسد الشهية فقط ولكنها بتحرق دهون الجسم أيضا ونتيجها أعلى من المنجارو فهي بتنزل الوزن بمقدار 24% مش 30% زي ما بيروج ديها على السوشال ميديا ولكن رقم 24% ده رقم عالي لأن المنجارو كان 21% فقط وطبعا الأرقام بتختلف على حسب المريض ده مريض سمنة فقط ولا مريض سكر وسمنة الدواء التاني اسمه كاجريزمة ودي قبر أيضا ولكنها خليط ما بين مادتين السيماجولوتايد اللي في الأوزنبك ومادة أخرى إضافية وبينزل الوزن بمقدار 22% وبعد المرضى نزل عندهم الوزن بمقدار 25% بيروج ليه على السوشال ميديا إنها بتحافظ على نسبة العضلات في الجسم يعني المريض لما يجي يخس يخس دهون فقط ولكن الحقيقة المعلومة دي غير دقيقة حتى الآن ولكن الدواء رقم 5 لما نوصله هنعرف إنه هو اللي فيه الميزة دي لكن اللي بيميز الدواء رقم 2 إن كفاءته أعلى في تنزيل السكر التراكمي لإنه بيحتوي على مادة إضافية عكس الأوزنبك اللي كان بيحتوي على مادة واحدة فقط الدواء رقم 3 وهو ريبالساس وده دواء فاموي قديم وموجود بالفعل في الأسواق ولكن بتركيز 14 ميلي جرام وكان بيستخدم لعلاج السكر النوع التاني فقط لكن ما يميز الدواء الجديد إنه هينزل بتركيز عالي 50 ميلي جرام وساعتها مش هيعالج السكر النوع التاني فقط ولكنه هيعالج السمنة أيضا وبينزل الوزن المتدار 13% للوهلة الأولى حتقول بس 13% هقول لك ده أعلى دواء في تنزيل الوزن فاموي فلازم تتذكر إن دي حبوب وليست إبر الدواء رقم 4 هو أورفر جليبرون وده دواء فاموي أيضا ولكنه مش هرموني مش مثل بقى الأدوية السابقة اللي معظمها هرمونية واللي بيميزه إنه مش بيكون متعف في تناوله مثل دواء الريبالساس الفاموي اللي بيلزمك إنك تاخده على معدى فضية وممنوع تياكل ولا تشرب لمدة نصف ساعة إلى ساعة فميزة الدواء الجديد إن امتصاصه أسهل عشان هو مركب كيميائي وليس هرموني والميزة الأخرى إنه حيكون إن شاء الله سعره أرقص لإنه سهل في تصنيعهم وبيستخدم لعلاج السمنة ومرض السكر النوع التاني والمبهر في الدواء ده إن خمسة وسبعين في المية من المرضى اللي عملوا عليهم دراسات التراقومي بتاعهم أصبح أقل من ستة ونص في المية وربع المرضى التراقومي بتاعهم أصبح أقل من خمسة وسبعة من عشرة في المية يعني نفس قراءة الشخص الطبيعي الدواء رقم خمسة اسمه بيما جرومام وده أنا بعتبره إنه حيكون أهم دواء في المستقبل لإنه مش بينزل الوزن فقط ولكنه بينزل الدهون فقط بدون ما ينزل العضلات والمفاجأة إنه قد يزيد من القتلة العضلية ففي ظني ده الدواء المعجزة لإن كل الأدواء السابقة عبها إنها لما بتيجي تنزل الوزن مش بتنزلوا دهون فقط ولكنها بتنزلوا دهون وعضلات واخسارة العضلات بعد سن الأربعين بتكون خسارة لا يمكن تعودها بسهولة حاولت أنقلكم الصورة بدون تهويل ولكن لازم تعرف إن الأدوية دي مش مناسبة للمرضى اللي عندهم التهف البنكرياز وممكن تسبب التهف البنكرياز حتى لو أنت شخص سليم ولكن ده عرض نادر الحدوث جدا كمان الأدوية دي بتسبب غسيان شديد وممكن قيء وأحيانا شلل في الأمعاء فلذلك تصرف تحت إشراف الطبيب فقط كمان الأدوية دي ممنوع على المرضى اللي عندهم تاريخ مرضي بسرطان في الغدة الدرقية ومش حتكون متوفرة في نهاية 2025 زي ما البعض بيروج لها على السوشال ميديا فأقرب ده وحيكون متوفر مش قبل نهاية 2026 البشرة اللي أنا جاي أقوله لكم أن مشكلة الأدوية دي والأدوية السابقة أن سعرها غالي لكن دواء أوزيمبك المشهور ففي 2026 حتنتهي فترة براءة اختراعه وبالتالي حيحق للشركات الأخرى تصنيعه وبالتالي سعره حينزل إن شاء الله كمان هيئة الغذاء والدواء مؤخرا أعلنت ضم الأدوية دي لقائمة الأدوية الأهم في العالم ومعنى الانضمام للقائمة دي إن سعرها حيرخص لإنها أدوية حيوية وإن توفرها هيكون الزامي أتمنى أكون نقلت لكم الصورة بكل حيادية ومهم تشوفوا حلقة دواء وجوفي اللي ظهر أمامكم وهي حلقة من ضمن سلسلة حلقات الكبد الدهني تابعوني على الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك حاسم ونير يحييكم والسلام عليكم